بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذا الجزء التاسع من الدرس السابع بانوان Application 1 سوف ناخذ مثال حتى نبين عملية القطع والسؤال هنا عندنا Draw with full scale the following views يعني هنا عندنا كمواطع لليباشن وعندنا البلان والسؤال هو رسم left side view sectional elevation at AA هنا عندنا AA هذا خط القطع بتاعنا هذه AA ومطلوب كمان complete plan يعني هنعيد رسم البلان كما هو وليزومترك المنظور هذا هو السؤال بتاعنا في هذا المثال وهنبدأ نحدد أماكن المقاطع بتاعنا position of views in the sheet قلنا لازم نرسم المساقط بتاعنا في وسط اللوحة هنفترض أن اللوحة بتاعنا هنا هي اللوحة كاملة يعني دي 400 وقلنا الارتفاع بتاعها هو A247 خلينا نحدد الآن المكان بتاع المساقط بتاعنا هنجمع 150 اللي هي عرض لليباشن زايد 76 اللي هي ارتفاع البلان يعني البلان هيجي هنا هيكون عرضه هنا 76 اللي هو ارتفاع لليباشن نجمع 150 زايد 76 نتحصل على 226 نشيلها من عرض الورجة بتاعنا اللي هو 400 نتحصل على 174 نقسمها على ثلاثة نتحصل على 58 يعني ايه؟ يعني هنيجي من هنا مسافة 58 ونرسم ايه؟ خط عمودي بعدها هناخد مسافة 150 اللي هي ايه؟ اللي هي عرض لليباشن ونرسم ايه خط عمودي هذه مسافة 150 هذه مسافة 58 هذه مسافة 76 وهذه مسافة 58 حددنا الاماكن عموديا محتاجين نحدد الاماكن افقيا هنجمع 45 اللي هو ايه؟ اللي هو ارتفاع البلان الاليفيشن ونجمعها مع 76 اللي هي ارتفاع البلان ونتحصل على 121 نشيلها من الارتفاع الكل اللي بتاع اللوحة اللي هو 247 نتحصل على 126 نقسمها على ثلاثة نتحصل على 42 يعني ايه؟ يعني هننزل من فوق مسافة كم؟ مسافة 42 يعني هذه مسافة 42 ونرسم خط افقي بعدها هننزل مسافة 45 اللي هي ايه؟ 45 اللي هي ارتفاع الاليفيشن بعدها هنطرق مسافة 42 ونرسم ايه؟ خط افقي بعدها هنطرق مسافة 76 اللي هي ارتفاع البلان ونرسم ايه؟ خط افقي كده ايه؟ حددنا اماكن المساقط بتاعنا وممكن نبدأ الآن في رسم المساقط يعني هنا هيكون عندنا الاليفيشن هنا عندنا البلان هنا عندنا اليفت سايد بيو وهذه الزاوية 45 اللي هي نحتاجها في استنتاج اليفت سايد بيو اول خط ممكن نرسمه خلينا الآن نرسم الكمبيت الاليفيشن هنعيد رسم الاليفيشن وده هيساعدنا عشان نفهم كيف نرسم هذه الاشكال وهذه الرسومات يعني دائما فيه فايدة اول خط نرسمه هو الخط اللي هو طوله 150 هذا الخط بتاعنا طوله 150 بعدها هنرتفع من هنا مسافة كم هنرتفع هذه المسافة ازاي هنحسبها عندنا المسافة كلها 45 والمسافة دي 25 يعني باجي ايه؟ باجي 20 يعني هرتفع مسافة 20 يعني نكتبها هنا هذا الارتفاع 20 ملي متر هنرتفع من ناحية التانية كم؟ هذا كله كم؟ هذا 45 بعدها هرجع وراء المسافة هذه كم هرجع وراء؟ هرجع وراء 50 هرجع وراء 50 وبعدها هنزل تحت كم؟ كم طوله هذا الخط؟ قلنا هذه 20 وهذه كلها 45 يعني ده 25 يعني هنزل من هنا 25 ملي متر وبعدها هرسم الخط الأفقي ده كله اللي هو طوله 150 الخطوة اللي بعدها هاجي هنا مسافة كم؟ مسافة 30 عشان ارسم ايه؟ السنتر لاين هذا وبعدها هاجي مسافة كم؟ كم هذه المسافة؟ المسافة هذه 40 هي المفروض المسافة بين السنتر لاين ده والسنتر لاين ده وأرسم ايه؟ السنتر لاين هذا العمودي بعدها هاجي من ناحية التانية هذي المسافة بتاعي كم؟ هذي 25 يعني هاجي من هنا مسافة 25 وأرسم السنتر لاين ده العمودي كده حددنا أماكن ايه؟ المحاور بتاعنا نيجي هنا مسافة كم؟ نيجي مسافة 5 جمدها منين الخمسة عندي هنا R5 يعني الجوس ده بتاعنا R بتاعه خمسة يعني هروح كده مسافة هذي كم خمسة ملي متر يعني هروح من المحور ده مسافة خمسة ملي متر والمحور ده خمسة خمسة ملي متر ويرسم A-Line هرتفع كم هذي كلها قلنا 20 ونزلنا من هنا كم خمسة يعني باجي عندي كم 15 يعني هرتفع من تحت كم هذي مسافة كم 15 بعدها هرسم الخط هذا الأفقي وإيه طوله كم الخط الأفقي ده المفروض 40 زايد خمسة زايد إيه زايد خمسة يعني طوله كله 50 وبعدها أكمل خط بتاعي الـDash Line إلى أن أصل للخط هذا الأفقي بتاعه باجي عندنا أشكال ثانية محتاجين نرسمها حاجي هنا مسافة كم المفروض حاجي مسافة 25 زايد 5 هذه المسافة 5 ليه لأن الـR هنا عندنا كم 5 ملي متر يعني المسافة دي كلها كم 30 وأرسم خط ارتفاع كم هذا الارتفاع المفروض كم هذا الارتفاع وأن الارتفاع الكل بتاعنا 45 هذا الارتفاع كم 20 يعني باجي عندي كم تحت 25 يعني ارتفع من تحت 25 ملي متر من هنا لـHina 25 ملي متر بعدها هارسم خط افخي كده كم طوله الخط ده المفروض طوله 50 ناجس ايه ناجس 10 يعني هيعطينا طوله كم 40 هارسم خط افخي 40 ملي متر وبعدها اوصل الخط الى انقصل للخط ايه الافخي بتاع كده خلصنا ايه الـ complete elevation هنمر الآن للبلان عشان نعيد نرسم البلان اول حاجة نعملها نرسم ايه centerline البلان بتاعي كم ارتفاعه 76 يعني هذي كلها 76 اجي في الوسط هنا وارسم ايه centerline بتاعي الخط والثانية المفروض انزل الخط هذا كده نزل خط خفيف عشان احدد مكان centerline ده وارسم centerline بتاعي نفس الشيء من ناحية التانية انزل خط خفيف كده عشان احدد ايه مكان centerline ده وارسم كمان باجي centerline ده انزل خط خفيف كده وارسم ايه centerline بتاعي هنا الخط الخط الثانية عندي هذا الخط طوله كم كله 150 لكن هشيل منه كم هشيل منه العشرة اللي هي الر بتاع الجوس ده باجي كم 140 هاجي هنا وارسم خط طوله كم 140 بعدها هرسم نفس الخط من الناحية التانية فوق واجي من هنا وارسم خط طوله كم هذا الخط هذا الخط طوله كم المفروض عندي ايه عندي الارتفاع كله 76 اشيل منه الفراغ ده اللي هو 10 5 زايد 5 10 باجي 66 اقسم 66 على 2 بتعطيني 33 يعني الخط هذا طوله كم 33 يعني هارتفع من هنا مسافة كم مسافة 33 ملي متر هنزل من فوق كمان 33 ملي متر اروح من هنا مسافة كم المفروض هجيبها من فين عندي هذه المسافة كلها هذه المسافة كلها 50 هذه 50 اشيل منها كم اشيل منها 10 اللي هي الار بتاع الجوز ده باجي كم باجي 40 يعني اروح من هنا مسافة 40 ملي متر نفس الحاجة من فوق لانه فيه ارسم الخط ده المفروض طوله كم الخط هذا عندي المسافة دي كلها هذه المسافة كلها 40 اللي هي 50 ناقص 10 اشيل منها كم الاربعين اشيل منها العشرة اللي هي الار بتاع الجوز هذا يتبقى عندي 30 يعني الخط هذا طوله كم طوله 30 نفس الحاجة من فوق لانه فيه تناظر هنا كمان عندي خط طوله كم الخط ده المفروض طوله 25 يعني هروح كده مسافة ايه مسافة 25 نفس الشيء من فوق هذا كمان طوله 25 بعدها اركز هنا وافتح الفرجار كم افتح الفرجار 5 ملي متر وارسم ايه الجوز ده بعدها اروح هنا ونزل الـ ده على مسافة كم على مسافة 10 لان الـ ر عندي هنا 10 ملي متر يعني يبتعد هنا مسافة 10 وارسم center line هنا كمان 10 وارسم center line انزل كده تحت 10 وارسم center line كمان هنا هطلع فوق 10 وارسم center line اجيب الفرجار واركز هنا وافتح 10 ملي متر وارسم الجوز ده نفس الشيء أرسمه هنا أرسم الجوز ده بنفس الطريقة وأوصل الآن النقطتين ببعض والآن أروح لليفيشن عشان أنزل النقطة هذه كده تحت بخط خفيف وأجي هنا في الوسط وأرسم خط طوله كم المفروض الخط هذا هذه كلها 44 من هنا لهنا 44 أشيل 10 من فوق اللي هي الر بتاع الجوز و10 من تحت يتبقى عندي كم 24 يعني الخط ده كله 24 يعني هاخد 12 فوق و12 ا تحت وبعدها أرسم الجوز ده بتاعي سهلة أحدد المركز وأرسم الجوز بعدها أرسم الجوز اللي تحت أجي هنا ونزل من الاليفيشن الخط هذا خفيف كده عشان أرسم خط طوله كم هنا المفروض هذه المسافة كلها 64 أشيل 10 بتاع الجوز ده و10 بتاع الجوز ده بتاعتيني 44 يعني الخط ده طوله كم المفروض 44 وأرسم الجوز بتاعي ده وأرسم الجوز بتاعي ده كده خلصنا الجوز هذا اللي على اليسار أجي هنا وأركز في تقاطع المحاور وأرسم جوز الار بتاعه كم؟ 5 نفس الجوز أرسمه من ناحية تانية هذا نفس الجوز وأوصل الأجواس ببعضها ده وده بعدها أركز الفرجار هنا وأفتحه كم؟ أفتحه 10 وأرسم الجوز هذا نفس الشيء من ناحية تانية وأوصل الأجواس ببعضها كده خلصنا الـ Complete Plan هنمر الآن للـ Left Side View خلينا نستنتج الـ Left Side View أول حاجة نعملها نحدد مكان الـ Left Side View هذا المفروض مكان الـ Left Side View وهننظر في الاتجاه هذا والاتجاه هذا عشان نستنتج الـ Left Side View أول حاجة نجيب الـ Center Line من الـ Plan ونوديه فين؟ ونوديه للـ Left Side View جبناه كده للزاوية 45 وبعدها رحنا كده عمودي ورسمنا إيه؟ الـ Center Line بتاعنا هنا عندنا تناظر في المجسم بتاعنا يعني لو رصمنا الجزء على اليسار ممكن نجيب بسرعة الجزء على اليمين خلينا الآن نبدأ في استنتاج الـ Left Side View أول حاجة هنرسمها هو هذا الخط الأفقي المفروض الخط ده على مستوى النقطة دي اللي هو بمثل إيه؟ بمثل خط هذا زايد الخط هذا زايد القوس القوس لو نظرنا من هنا هنرسمه إزاي؟ هنرسمه خط هذا قوس لو نظرت له كده هترسمه إيه؟ خط عمودي يعني هذا أول خط عندنا في Left Side View ده أول خط بعدها هجيب النقطة هذي المستوى ده كده عشان أرسم إيه؟ عشان أرسم هذا الخط اللي هو بيمثل هذا الخط في الإليباشن وبيمثل إيه؟ بيمثل النقطة هذي في الإليباشن نفس الحاجة من ناحية التانية اللي هنرسمه على اليسار هرسمه على إيه؟ على اليمين بعدها هجيب النقطة هذي كده للزاوية 45 وأرفعها إيه؟ عمودي عشان أرسم إيه؟ عشان أرسم الخط هذا الصغير اللي هو بيمثل إيه؟ بيمثل الخط ده اللي هو موجود على أي مستوى؟ على مستوى النقطة هذي نفس الشي هرسمه من اليمين هنا بعدها هرسم الخط هذا العمودي اللي هو بيمثل إيه؟ بيمثل هذا الخط على أي مستوى؟ على مستوى هذه النقطة بتاعي في البلان نفس الشي من ناحية اليمين هنا وبعدها أجف الخطين ببعض الآن جبنا النقطة هذي كده للزاوية 45 ورفعناها كده عمودي للإليباشن عشان إيه؟ وبعدها جبنا المستوى النقطة هذي كده أفقي عشان نرسم إيه؟ عشان نرسم الخط العمودي ده الخط العمودي ده المفروض بيمثل إيه؟ بيمثل الدايش لاين ده اللي هو موجود على أي مستوى؟ موجود على مستوى النقطة هذي لو نظرنا من هنا الدايش لاين هيكون إيه؟ هيكون ظاهر فيزيبل لاين لهذا السبب رسمناه هنا في سايد بيو رسمناه خط ظاهر سولد لاين نفس الخط هنرسمه في الجزء الأيمن وبعدها إيه؟ نجفل الخطين هذا الخط بيمثل إيه المفروض بيمثل الخط اللي هنا باقي إيه؟ هنجيب النقطة هذي كده هنجيبها للزاوية 45 ونرتفع بكده عمودي عشان نرسم إيه؟ عشان نرسم هذا الخط العمودي هذا بيمثل إيه؟ بيمثل الدايش لاين ده اللي هو على أي مستوى؟ على مستوى النقطة هذي لو نظرناه من هنا هيكون إيه؟ هيكون سولد لاين نفس الشي هنرسمه من ناحية تانية بعدها هرسم الداش لاين ده اللي هو بيمثل إيه الداش لاين؟ بيمثل الخط اللي ورده هذا زايد القوس هذا زايد القوس هذا قلنا لو عندنا خط كده زايد قوس زايد قوس لو نظرناه من هنا هنرسمه إيه؟ هنرسمه خط إيه؟ عمودي كده خط عمودي ليه رسمنا dash line لأنه لو نظرنا في الاتجاه هذا النقطة هذه مخفية الخط هذا A مخفي لهذا السبب رسمنا A dash line باقي عندنا A جبنا هذه النقطة اللي هو التجويف الصغير نعيدها ثاني أو بالعكس جبنا النقطة هذه خلينا نوضح الصورة شوية هنجيب النقطة اللي هنا كده للزاوية 45 ونرفعها فوق وهنرسم A dash line هذا الصغير وداشل line من ناحية تانية اللي هو بمثل الداشل line ده ونجفل الداشل line ببعض جبنا لهم المستوى ده وكده جفلنا A هنا في ملاحظة مهمة أنه الشكل هذا اللي هو ظاهر من هنا لما نظرنا من هنا هو ظاهر هو بمثله الخط ده والخط ده لكن الشكل هذا الداخلي لو نظرنا من هنا هو مخفي لكن ما هو موجود هنا في الright side view ليه؟ لأنه هذا السمك هو 10 ملي متر وهذا السمك هو 10 ملي متر ده هنرسمه solid وده هنرسمه dash وقلنا الأولوية للسولد line لهذا السبب رسمنا بس هنا solid line كده خلصنا ايه؟ خلصنا left side view هنبدأ في sectional elevation at AA هذا خط القطع بتاعنا هنجيب المنشار ونقسم المجسم بتاعنا على اثنين في هذا المستوى كده وحنشيل الجزء السفلي جزء السفلي ده شلناه مش موجود وحننظر في الاتجاه ده عشان نرسم ايه؟ sectional elevation at AA الآن بعد القطع لو نظرنا في الاتجاه هذا أصبح الشكل هذا الداخلي والشكل هذا أصبح ظاهر الشكل هذا كمان أصبح ظاهر والشكل هذا أصبح ظاهر يعني كل خطوط ال dash line هتصبح ايه؟ visible line لكن هنا بنلاحظ أنه في تقاطع بين solid line ده وال solid line ده وده مش ممكن يحصل لازم ايه؟ لازم نشيل الخط هذا ليه؟ لأنه الخط هذا بمثل ايه؟ بمثل خط هذا وبمثل الخط اللي كان هنا اللي شناه يعني المفروض هنا بنعمل ايه؟ بنشيل هذا الخط والآن نقوم بعملية التهشير بنهشر الأماكن اللي مر عليها المنشار المفروض هنهشر هنا هنا و فقط المكان الثاني هو أماكن فضية هذه عملية التهشير بنهشر في المكان ده وايه؟ في المكان ده ليه منهشر هنا؟ لأنه هنا فيه فراغ ليه منهشر هنا؟ لأنه فيه فراغ ليه منهشر هنا؟ لأنه فيه فراغ وهنا كمان فيه فراغ قلنا بنهشر بس الأماكن اللي مروا عليها المنشف